السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ ساليف حسنا كنتمنى اخواتي يلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير في احوال طيبة وصحة جيدة ان شاء الله كما كتلاحظوا معي اخواتي يوم ان شاء الله غدا نخدم معكم شكيلات بساطة ديال اللوس فاندوزوا دبل طريقة ديال التحضير خليكم معي هادو هما شكيلات اللي غنخدم معكم اخواتي فبالنسبة للعجين والعقدة فاسبقوا نزلتم معكم في الفيديوهات اللي قبل وان شاء الله نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف بالنسبة لهذا الشكل هادا اللي غنبدأوا به في الاول فهو شكل كيجي صراحة زوين بزاف وبسيط لف الخدمة ديالو ولا في التزيين ديالو كيجي صراحة بسيطه سهل فبالنسبة للمرشن ديالو غنوريه ليكم هو هادا راه موجود ومتوفر في الاسواق كيكون فيه جوجل ديال القطع كنخدموا به اللوت وكنخدموا به بيحت الصابلي اللي سبق وخدمت اللي اخدمتوا معاكم به بالنسبة للعقدة فغدا ندير هادا الحجم هادا شوية كبير لان المرشن الحجم ديالو كبير يبادرناه صغير فغيجينا الشكل ديالو زرقيق بزاف وصغير كيما لحتوا معي اخواتي تسعتاشر جرام يعني حاولوا نحطوا الميزة لتحت بشيطينا القياس مضبوط تسعتاشر جرام حجم ولا وزن مناسب لهاد الشكل هادا فالعجين خرجتها في الرقم جوج يعني يبقى رقم واحد هو الاخير صفي وكننا اخد العقدة كنحاول نغلفها بالعجين علاش الرقم جوج مدرناش في الرقم واحد هو الاخير لان انا ما زالت نجروا العجين بحلقة وبتالي كتلقاك. الى خرجناها في الرقم واحد وجينا الرقوا العجين اولا نغلفوا الكرة ولا العقدة دي اللوز بهالطريقة هادي فرا غدا تقطع لكم وغدا جينا رقيقة بززاف. غدا نحاول نخدم الكرة بين يد دي باش تفينها مزيان بهالشكل هادا. وغدا الرش سطح العمل بشوية دي رطحين. غدا نجيب المرشم نحطه فوق الكرة اللي شكلنا. بهالشكل هادا. وغا نجيب البستولي او القطعة الاخرى وسنحطها بهالشكل هادا وتنبرك مزيان عدة مرات على الكرة بهالشكل هادا. وكندفعو العقدة اللي تشكلت بهالشكل اللي كتلاحظو معي. يعني يحتف العلوت يجي مزيان هاد المرشم هادا. فبالنسبة لهاد الشكل هادا فضروري قبل ما ندخلو الفران كنتقبوه حتى لازال تقيبة الوسط باش ما كيتنفخش. لان انا ما ما كينش بلاسة منين محلول اللوز. ضروري انتقبوه هاد شكيل هادا. وبالنسبة للشكل الثاني فسبعتاشر غرام تتكون يعني مناسبة. سنغلف العقدة بالعجين بهالشكل هادا. كيف الطريقة الاولى تماما. كنحيض الفائد بهالشكل. وكنخدم الكورة تفينه مزيان. ده والاسفل دي الكورة. حاول نخدموها مزيان بهالشكل هادا. باش ما يبقاش من العجين التحت. كنحاول نبركو حد شوية على الكورة بيدها. رشو واحد شوية للطحين حاولو منكتروش بالزاب الطحين. وكندير وحد التقبو الوسط بهاد الشكل هادا. صافي وقد ناخد المنقاش اللي يكون يعني سنينات دياله القاق بزاف ومقاربين وكنبدأ ننقش بهال طريقة هادي وانا كنورك على العجين والعقدة في نفس الوقت. كنتم غدا بالدورة ديال الشكل وانا غدا كننقش وانا ميلا النقشة وفي اخر النقشة كان هز النقشة اللي حدها يعني النقشات كيجيوا مقاربين بزاف وكنستمر بهالطريقة هادي وانا كننقش حتى نكمل الدورة كاملة بنفس الطريقة. كنحصلوا على شكل يكون بحلقة كما كتلاحظوا معي اخواتي. فبالنسبة للشكل الثاني اللي قد يكون آه هو هذا بالمرشمات يعفون بالمرشم اللي كيكونوا فيهن متلاتات بهال الشكل هذا يعني شكل وريضة. آآ الوزن دياله تسعتاشر جرام لان المرشم عندي كبير فكي بقى لكم اخواتي الاختيار في المرشم اللي بغيتوا تخدموا بيهم تخدموا بيهم. صافي وغدا نحاول نغلف العقدة بالقطعة من العجين بهال الشكل هذا. كنحاولو نفيني جناب مزيان بهال الشكل هذا. كنحيض الفائد ديال العجين بهالطريقة هادي وكننخدم الكرة بين يد ديال بهال الشكل هذا مزيان. حتى كنحصله لواحد الكرة اللي تكون مفينية مزيان بهال الشكل. صافي وغدا نجيب المرشم غندوزه شوية للطحين. وغدا نورك مزيان على الكرة بهال الشكل هذا اخواتي. صافي وكندفع جناب اولى الحواشي مزيان باش يطرسوا لي المتلاتات صغار حتى هما بهال الشكل هذا. صافي كنضرب آآ رشمة بهال الشكل باش كتطلق من المرشم اللي رشمنا بي وكنحصله على وريدة بيها متلاتات مع جناب. بالنسبة للشكل الرابع والاخير فغلفت العقدة بالعجين وغنجيب هاد المرشم هذا راح كين نجوج انواع في هاد المرشم. كين واحد فيه اللوزة الوسط وواحد ما فيش. فاختاروا هاد المرشم اللي فيه اللوزة او اللي بحل الشكل اللي عوينا الوسط. انا نحاول نقربوا لكم حدا الكاميرا اللي بغيتوا تتصوروها الناس. هو هذا يعني كتكون في هاد حل اللوزة الوسط هو اللي خدمت به. فاكين لكي ما قلت لكم جوج اشكال بنفس الشكل كيكونوا مشكلين. غاي واحد فيه واحد ما فيش. انا غي نسيت ما صورش لكم الاخر لانه تاه هو عندي. صافي وكن برك على الكرة بهال الشكل هذا بالمرشم وكن حاول ندفع العقدة الداخل كل ما دفعنا العقدة الداخل يجينا الشكل يعني متراسي مزيان. صافي كندفع الجنيبات وكل شي وكن ضرب المرشم على سطح العمل بهاد الشكل هذا. حتى كيطلق لنا من اطلق لنا الكرة اللي شكلنا كيما كتلاحظوا معايا يعني العملية جدا سهلة وكي يعطينا الشكل يعني مزخرف وجميل بزات. فدب ان شاء الله كيما لاحظوا معايا اخواتي غندوزو ناخدوا قطعة دي العجين وضفت لها الملون في الموف واختيت هاد النجيمات اللي وحدة كبيرة ووحدة صغيرة. غدا ناخد هاد الشكل اللي خدمت معكم في هالوريدات وعندي هنا يا باياض البيض هاد الشكل اللي في هالوريدات غدا ناخد هاد النجيمة اللي كبيرة غدا نطلصها في العجين. يعني التزين كي بقى لي كوم يعني اللي كيف ما بغيتوا تزينوا تزينوا. صافي غدا ناخد هاد الوريدة هادي. وغدا ندهنها بالبيض وهي ما زالة في المرشم. وغدا نحطها فوق الشكل دي اللوز. وغل ناخد نجمة اللي صغر منها احتها هي غدا ندهنها بابيض البيض وسنحطها فوق النجمة اللي قبل منها. وغدا نجيب هاد القلم هذا اللي غدا نوريكم اللي كنخدمو به الفينيسيون بزاك. وكنتب سوما كانش عادنا هاد القلم نديرو يعني اللي عادنا نخدمو به فك نحصلو على شكل كيما كتلاحظو معايا حال هاك. يعني كيف قال لكم كيما قلت لكم اخواتي الخسيار في الالوان في التشكيل. وغدا نجيب هاد الشكل اللي نقشناه غدا ناخد العجين ضبط لها اللون ملول الاسود وغدا نرشمو بهاد الوريدة هادي فكينا ننواع كتيرة ديل هاد الوريدة هاد قبل كيب قال لكم اخواتي الخسيار فيهم. هاد اه الشكل هادا غدا نتراسي الوريدة يا اما نديرو الكاكاو يا اما نديرو الملول الاسود. كنناخد الوريدة كنجمع هاد القنيتات كندخلهم من الوسط. كنجي لقنية الاخر حتى هو كندخله الوسط. وكنجمع العجين بهالطريقة هادي كيما كتلاحظو معايا اخواتي. صافي وغدا ندهان اه الشكل ديال لوز او للحفرة اللي شكلنا في الشكل ديال لوز بابيض البيض وكنحط فيه هاديك الوريدة اللي شكلت. فقد نحاول نخدم معكم وريدة اخرى باللول الابيض. كنجيب الوريدة كندفع هاد القنيتات اللي في الوريدة اللي في القنط كندفعهم الوسط. وكنجمع القنط الاخر بنفس الطريقة وكنجمع العجين الوسط وكنحصله على وريدة هنا في اللول الابيض فكانت واضحة على اللول الاسود لانني كان اخدم هاد شكيلات في الليل فهذا هو علاش يعني الاضاءة شوية ناقصة. وغندهن هاد الوريدة من تحت بابيض البيض وغنحطها حدا الوردة اللي باللول الاسود وكنحصله على هاد الشكل اللي غدا نوريكم ان شاء الله احد الكاميرا. فغيتوا تديرهم بيضين بجوش تديرهم كيبقى لكم الاختيار. فهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه اخواتي. فده بغدا نخلي هاد الحلوة. تبات ليلة كاملة حتى تتشمع يعني كتنشف الصباح. كان تقبوا هاد الشكل اللي خدمت معكم في الاول بالابرة واحد ثلاثة ديالتقيبات. كان دخلوا الحلوة دياللوز الفران يكون بارد. الفوق كتبال يدهبت من التحت. كان نزلها واحد دقيقة. في الوجه ديالات تتتشمع وكان خرجها. فبعد ما بردات الحلوة مزيان خديت النابطاج سخنته وغدا نبدأ ندهن هاد شكيلات كاملين بالنابطاج وغنصخر الفران مزيان ونطفيه ضروري يطفيه ودخلو الحلوة يعني يتبت عليها النابطاج نواللي ونقيسو الحلوة بيدينا ما يلسقش فينا النابطاج. فبالنسبة له هاد الشكل هادا خديت لوز كونكاسي دفت ليه آآ نكها ديالبيستاش ودخلته الفران من بعد دفت ليه مع القاة صغيرة ديالنابطاج ومع القاة صغيرة ديال وغدا وخلطتهم مزيان وقدرتهم هاد الحفرة اللي في الوسط ديال هاد الشكل هادا فالتزيين ديالو كيما قلت لكم في الاول اخواتي بسيط جدا وسهل صافي وغندير واحد الورايقة ديال الورد بلدي فوق هاد آآ اللوز كونكاسي صافي وغنكونوكم من التزيين ديال الشكل الاول اللي خدمت معاكم فهدا هو الشكل اللي تياخد كيما لاحتو يعني الوزن تيجي هو هاداك في الحجم ديالها فغندوزو آآ للشكل تاني اللي درنا فيها الوريدات في الموف هادا نضيف لهم واحد شوية ديال العقيق اللي تيكون يعني قريب اللي اللي خدمنا بيه بهاد الشكل هادا وكن حصلوا على هاد تزيين كيما كتلاحتم معي اخواتي وبالنسبة للشكل التاني ديال الوريدات راه هاداك راه مزيني انه وغير لا بغينا نضيفه شوية ديال العقيق في الدرقيق على الورد اللي بالاسود فممكن وبالنسبة للشكل الاخير فاكتفيت اني نضيف لي هاد جوج عقيقات اللي في اللون الشيوي صافي وكن يكونو كم منا تزيين ديال هاد الشكيلات يعني ضغيات يوجده ما تياخدوش لنا وقت طويل وكن حصلوا على هادا البلاتو هادا بالنسبة لهاد الكيمية اعطتني هاد الكيمية واحد الكيمية اخرى تقريبا وحدة واحد اه عشرة الحبات بوحدهم نصف كيلو ديال اللوس هو اللي خدمت به فكنتمنى اخواتي الوصفة والفكرة تكون نالت اعجابكم يعني تزيين بسيط جدا وضغيكي تخدمو بتي ياخدوش لنا وقت طويل غي هو ضروري حلويات اللوس باتلي لكاملة باش كتتخد يعني كتتشمع وكتنشف مزيان فكنشكركم اخواتي الشكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي كتخليو دياليا وعلى التشجيع ديالكم واي حاجة ما واضحاش مزيان اي حاجة مشرحتاش مزيان خليوها لي ان شاء الله في التعاضي قد نجاوبكم عليها فالحلوة دياللوس نحاولو نخليوها في اللون ديالها ولكن كتكون طيبة ضروري ما نطيبوها مزيان ولكن كتبقى بحافظة على هاد اللون اديالها ان شاء الله تجربوها بصحة والراحة ومبقى لي اخواتي الا نقول لكم تهى الله وفراتكم زاف زاف والى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة ان شاء الله